تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القادر الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4211 سكنية في كافة محافظات المملكة استأنفت وزارة الإسكان عملية توزيع شقق التمليك مشروع توبلي الإسكاني على المواطنين المستحقين بعد أن كانت الوزارة قد شرعت في توزيعه منتصف الأسبوع الماضي وأفد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية دكتور خالد الحيدان بأن إدارة الخدمات الإسكانية واصلت اليوم عملية توزيع الشقق السكنية بمشروع توبلي على المواطنين لتستمر وثيرة التوزيع على دفعات حتى نهاية الأسبوع الجاري مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستمرار في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المتزايدة على الإسكان في بيئة متكاملة البناء وتابع الحيدان أنه قد جرى التواصل مع المواطنين المستحقين من أجل الحضور إلى الوزارة وإتمام إجراءات توزيع الوحدات السكنية وهو الأمر الذي حضي باستحسان المواطنين الذين حضروا إلى مبنى الوزارة مستبشرين بهذه الخطوة ومثمنين أمر سمو ولي العهد بتوزيع المشاريع الإسكانية متوجهين بالشكر للقيادة والحكومة على ما توليه من اهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات الإسكانية لهم الله الحمد تم توزيع دفعة جديدة من شقق مشروع توبلي الإسكاني واللي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين ناب الأول لرئيس مجلس الوزارة بتوزيع 4200 واحدة السكنية طبعاً هذه المشروع أو المشروع السابع من ضمن عشر مشاريع راح يتم توزيعها حسب الخطة الموضوعة وراح ننتهي إن شاء الله من عملية توزيع في 21 جون 2017 والله أول ما تصوفيني أمس استانست لأن أنا عايش في بيت مع العائلة حجرتين وعيالي وزوجتي وكلنا قدامة والله وايد استانستنا ونشكر وزاتسكا نصل جلالة الملك أنا بيكون جريب على بيت الوالدة والمنطقة هاي عموماً يعني منطقة تجارية وفيها كل شيء حتى مدارس محلات كل شيء وجريب على المستشفى السلمانية على المستشايات العيادات الجديدة اللي فاتحينهم يعني منطقة وايد حلوة ترجمة نانسي قنقر